السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أطفال؟ أنا المعلمة كريمة واليوم سنتعلم حرف الزاي حرف الزاي نكتبه على شكل خط منحني ونقطة في الأعلى سأعيد نكتبه على شكل خط منحني ونقطة في الأعلى هيا بنا الآن لنتعرف على حرف الزاي مع الحركات حرف الزاي مع الفتحة نقرأه كرروا ورائي جيد وحرف الزاي مع الدم نقرأه هذا جيد وحرف الزاي مع الكسرة نقرأه هيا يا أطفال أحسنتم هيا بنا لنعيد مرة ثانية حرف الزاي مع الفتحة كيف نقرأه؟ جيد أحسنتم هذه زهرة زهرة أحسنتم ألوانها جميلة أليس كذلك؟ وهذه هذه زبدة زبدة أحسنتم وهذا هذا هذا زر 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 الملابس من منا لا تحتوي ملابسه على أزرار؟ كلنا لدينا أزرار ليس كذلك؟ الآن لنتعرف على حرف الزاي مع المدود حرف الزاي مع مد الألف نقرأه زا 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 أحسنتم وحرف الزاي مع مد الواو كيف نقرأه؟ نقرأه زو زو أحسنتم لا تنسوا كرروا ورائي وحرف الزاي مع مد اليا نقرأه زي 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 هذا جيد ما رأيكم لنحاول مرة ثانية؟ حرف الزاي مع مد الألف كيف نقرأه يا أطفال؟ زا زا وحرف الزاي مع مد الواو كيف نقرأه؟ جيد زو زو أحسنتم وحرف الزاي مع مد اليا كيف نقرأه يا أطفال؟ أحسنتم زي زي أحسنتم الآن لنتعرف على حرف الزاي مع الكلمات ما هذا الحيوان الذي تشاهدونه في الصورة؟ هذا غزال غزال أحسنتم إنه لطيف أليس كذلك؟ وهذا ماذا يفعل؟ إنه يزور صديقه المريض يزور يزور أحسنتم وهذه هذه تسمى جزيرة جزيرة أحسنتم إلى هنا تكون رحلتنا قد انتهت مع حرف الزاي لا تنسوا حرف الزاي نكتبه على شكل خط منحني ونقطة في الأعلى لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعزاب إلى اللقاء في رحلة أخرى مع حرف آخر ترجمة نانسي قنقر